السلام عليكم هذا عمر يحييكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد من فيديو التالعب التي نقدمه مرحبا بكم محبي عشيق لعبة تناني الأسطورية إذا كنت صديقي تريد أن نعلق على تشكيلتك القتالية أول أربع ردود على هذا الفيديو يريدون القيام بتقييم تشكيلتهم القتالية أو الحادث عنها بفضلك ضع لي في هذا الفيديو لنقول تشكيلتك القتالية المكونة من ثلاثة من التناني وإلى جانب كل تلين ضع لي العناصر الخاصة به أول أربع ردود سوف أعمل على أخذها والحادث عن تشكيلتها القتالية أي ردود بعدها أعتذر منها لأنه لا أستطيع القيام بأخذ كل الردود التي فيها تشكيلات قتالية وبطبع الحال في هذا الفيديو سوف نناقش التشكيلة القتالية الموجودة لدينا طبعا هنا نحن صديقين نعمل على بناء التشكيلة القتالية الخاصة بنا بخلال التنانية السماوية اللي نقول الموجودة معنا ولكن هناك بعد الأصدقاء للأسف لنقول لا يعلمون إلى حد الساعة كيفية بناء التشكيلة القتالية في هذا الفيديو سوف أحاول شرح الأمر هناك تعليق من صديقي على القناة صديقي مصطفى يقول السلام عليكم لدي تيني الموس بوس البدائي ولديه البدائي وظلو الطاقة تيني روبين هود الأسطوري الأرض الأسطوري والمعدن وكذلك تيني الموز ماء نبات طاقة هل هم ممتزين كتنانين أساسية وبالعلم ليس لدي أقوى منهم حاليا كان صديقي هذا هو السؤال صديقنا العزيز مصطفى في هذا السؤال صديقي طرح لنقول ثلاثة من التنانين ومصطفى يظن على أنه هذه التنانين هي أقوى ما يتواجد لديه إذن هنا السؤال يقول هل إذا كان التنين هو أقوى ما لديه هل التنين يصرح للقتال أو لا يعني بعض الأصدقاء يظن خلاص أنه امتلك مثلا تنين أسطوريا لديه تنين أسطوري امتلكه خلاص يعتمد عليه كأساسي ولكن هنا الفكرة تقول صديقي على أنه ليست معنى أنه لدي تنين أسطوري هو أقوى ما يوجد لديه معنى هذا أنه يمكن استخدام هذا التنين كأساسي كيف ذلك؟ هذا ما سوف أوضحه في هذا الفيديو قبل الانتقال للموسوعة للحديث أكثر عن تنيني صديقين هنا أوجه كل الشكر والتقدير لكل الأصدقاء الموجودين معنا في القناة والتي هنا يقومون بدعمنا لأن هناك أصدقاء بعينهم يتواجدوا في كل الفيديوهات يقدم لنا قل تعليق رائعة جدا يدعموننا بكل قوتهم هنا أولئي الأصدقاء وطبع كل أولئي الأصدقاء الذين يدعموننا ولو بتعليقاتهم حتى لو كانت بسيطة حتى لو كانت فيها جملة واحدة وكلمة واحدة هذه التعليقات تعني لنا الكثير أصدقائي أنا عمر أقول لكم شكرا جزيلا لكم من القلب هنا أصدقائي سوف ندى مباشرة إلى الكتيبة القتالية في الموسوعة حتى نتحدث عنها بشكل أكبر وأكثر تفصيلا هذه هي التنانية التي ذكرها صديقنا ويقول صديقنا مصطفى على أساس أنه هدية أقوى ما يتواجد لديه أولا صديقي مصطفى لا يعني وطبعا هنا كلامي موجه للجميع وليس لصاحب التعليق فقط أولا صديقي هنا عندما أقول صديقي لا أعني صاحب التعليق وينما أعني الجميع يعني أتحدث وكأننا نتحدث وجها لوجه عوما هنا صديقي هناك أخطاء قاتلة في هذه التشكيل القتالية ما هي هذه الأخطاء؟ قبل المروء إلى ما هي هذه الأخطاء؟ نود الإشارة إلى شيء معين ليس يعني أنه لدي هذا التنين هو أقوى تنين موجود في مجموعاتي هذا يعني أن هذا التنين صالح للقتال ليس معنى أنه أقوى تنين بحيث نقاط الضرى وغيره من هذه الأمور حتى يكون التنين صالح للقتال يتوجب التتوفر فيه مجموعة من الشروط الشرط الأول أن يكون قويا في مجموعاته يعني التنيني الأسطوري أن يكون ببين أقوى التنيني الأسطورية هذا أولا ثانيا أن يكون لنقول عناصره متجالسة ومتكاملة ثالثا وهو الأهم أن يكون هذا التنيني يصبح اعتماد عليه لمدة طويلة جدا لأنه التنيني الذي سوف تعتمد عليه بطبيعة الحال صديقي سوف تخسر عليه موارد موارد سحر من أجل تطويره أختام وغيرها وكذلك التنيني الأسطورية عنصرها الثالث يفتح بالجواهر 99 جوهر رقم كبير صديقي لا تستهوي به إذا توفرت هذه الشرط تستطيع الاتمد عليه هذا التنيني غير متوفرة في هذه الشرط هنا تحدث عن التنيني روبينو أولا هو أضعف تنيني في مجموعاته يعني تنيني ضعيف جدا إذا كنا نقول أنه أقوى التنيني أسطوري لقدره ثلاثة وثمانين هذا التنيني لقدره ثمانية وستون يعني تنيني أسطوري ضعيف جدا ليس معنى أنه أقوى لديك يعني نعتمد عليه التنيني في مجموعاته ضعيف جدا شيء آخر عناصره غير متجانسة وغير متناسقة ثالثا التيني لا تستطيع الاعتماد عليه لفترة طويلة جدا ولا فترة متوسطة ولا حتى فترة قصيرة لأنه لا يصلح للقتال أصلا هذا قولا واحدا إذن هنا صديقي نكون نسفنا له أقوى تنين نعتمد عليه بدلا من الاعتماد على هذا تستطيع الاعتماد على تنينة الحمية وهي أقوى منه وأفضل منه بمراحل على سبيل المثال إذا كنت سوف تعتمد عليه من أجل عنصر الأرض تستطيع الاعتماد على صدق على سبيل المثال نعم صدق تنين ضعيف ولكن على الأقل لديه عصر المياه وتستطيع الاعتماد عليه لفترة معينة حتى تحصل على تنينة أقوى هذا يعتبر أفضل لماذا صدق أفضل من رومينوت؟ لأنه لا يفتح عصره الثالث لنقول بالجواهر وتنين تستطيع تطويره واعتماد عليه لفترة طويلة حتى تحصل على بديله إما أسطوري إما لنقول سماوي إما لنقول قديم أو طاغي إذن هنا هذا التنين لا يصلح للقتال هذا والخطأ القاتل يعني استخدامنا تنين الأسطوري ضعيف جدا وله متطلبة لا يستحقها هذا أولا طيب ثانيا ما الخطأ القاتل في هذه التشكيلة القتالية كمان علم أصدقائي أنه حتى نستطيع استخدام التنينة الدفاعية يتوجب دائما يكون في التنينة الدفاعي عصر الماء والأرض لا بدون تتوفر في نفس التنينة إن استطعنا ذلك في هذه الكتيبة القتالية لدينا عنصر دفاعية مفرقة على سبيل المثال عصر المياه موجود لدينا هنا عصر الأرض موجود لدينا هنا إذا استخدمنا أو سلمنا أن هذه التشكيلة القتالية سوف نستخدمها كأساسية هنا أنت مضطر لأن تضع على هذا أختم أعجوب زائد قابول حتى تستطيع استفادة من المياه هذا أنت مضطر لأن تضع له أعجوب زائد قابول حتى تستفيد من عصر الأرض هنا في هذا التنين عندما تضع أعجوب زائد قابول لن تستفيد من اللبات ولن تستفيد من الطاقة هذا عندما تضع أعجوب زائد قابول لن تستفيد من الأسطوري المعدن نعم تمشي مع هذه الأختم ولكن هذا لا تمشي مع هذه الأختم والتنين أصلا لا يصلح لهكذا تطوير إذن هنا العناصر الدفاعية يتوجب أن لا تكون متفرقة حتى وإن كانت متفرقة تكون بشروط معينة ولكن بهذه التفرقة الموجودة هنا هذا غير سليم شيء آخر صديقي إذا كنا نقول أنه لنقول موز لديه عنصر الماء لا يعني أنه لديه عنصر الماء نعتمد عليه أنظر إلى بقية العناصر لدينا هنا عنصر هجوبي والذين هو عنصر مزدوش إذن تنين بربته عناصره مثل ما يقولون ملخبطة مثل السلطة عناصره غير متنسقة وهو أصلا تنين ضعيف جدا لا يمكن الاعتماد عليه إذن هذا تنين لا يمكن الاعتماد عليه حتى للمبتدئين لأنه تنين لا يصلح لا من حيث القوة ولا من حيث تركيبة العناصر ولا من حيث التطوير طيب إذا اضطرنا تنين سوف نعتمد عليه كيف سوف نطوره هذا التنين في اعتقانه غير قابل أصلا للتطوير لهذا هذا نرميه هذا رميناه قبل قليل يتمقى لنا مصبوس نعم صحيح أنه قوي مصبوس صحيح أنه تني جيد جدا مصبوس صحيح أنه أقوى تني بداعي لكن ليس معنى هذا نضعه في التشكيل القتالي الأولى حتى لو لم يكن لدينا وأنا أعي جيدا ما أقول وأقصد ما أقول حتى لو لم يكن لدينا تني قدم ولا سماوي ولا أسطوري ولا تاغي لنقول قوي في فريقنا القتالي رغم أنه قد يكون مصبوس هو أقوى ما يتواجد في مجموعتنا القتالية ومع ذلك موس بوس لا يصلح ليكون في الفريق الأول لماذا؟ لأن الفريق الأول صديقي في التشكيلة القتالية لا بد أن يكون تلين نعتمد عليه حتى في الزلزانة السحيقة يعني لا تقنعني أنه أقوى تلين موجودة هذا اللعب لا يستطيع القتال به في الزلزان السحيقة إذن أقوى تلين موجود هذا اللعب وتلينه الأساسي يتوجب أن يكون هو القائد في الزلزان السحيقة بوس بوس لن تستطيع استخدامه بأي حال من الأحوال في الزلزان السحيقة لأن العنصر البداية لا ينفذ أي مهمة من مهمة الزلزان السحيقة طبعا سوف قد تعتمد على بقية العناصر نعم في الزلزان السحيقة قد تعتمد على الطاقة وعلى الظل نعم أتفق معك في ذلك ولكن كون تواجد العصر البداية لدى التنيني يجعله ضعيف جدا ويقضى عليه بسهولة كبيرة جدا وإذا قضي عليه خلاص سوف ينهار الفريق القتل الخاص بك لأنه أقوى ما يتواجد لديك التنيني البداي لا يصلح أبدا للزنزانة الصحيقة إذن بما أنه لا يصلح للزنزانة الصحيقة إذن لا نستطيع الاتماد عليه لعم طور موزبوس لا تبالغ في التطويري احتفظ بموزبوس نعم أتفق معك ولكن لا تطوره ليكون أساسيا بدلا من ذلك تستطيع الاعتماد على التنيني أخرى على سبيل المثال القبيلة بما أنه لنقول مبتدئ أو لديك هذه التنيني على سبيل المثال غبار اللجوم على سبيل المثال صدى ويوجد في القناة مجموعة من التشكيلات القتالية طرحناها خصيصا للمبتدئين ومع تطويراتها في القناة يوجد مجموعة من الفيديوهات تشرح كيف يزمينا الكاتبة القتالية للمبتدئين وكذلك اقتراحات للتشكيلات القتالية للمبتدئين أيضا موجودة في القناة خلاصة الفيديو أو تلخيصا لما سابق هذا الفريق كله صديقي لا يصلح للقتال هذا الفريق كله لا يصلح لنقول في فريق القتال هذا غير صالح للقتال غير قابل للإقتراح تاريخ صلاحيته منتهي منذ عقود هذا لا يصلح للقتال ولا يصلح لكم في الفريق الأول ولا الثاني ولا الثالث والرابع ولا العشر ولا المئة ولا الألف تلي ضعيف جدا غير متنسق العناسة يتبقى لدينا مصبوس نعم طوره لا تبالغ في تطويره تستطيع استخدامه في دور الساحة بحذر شديد جدا ولكنه لا يصلح للزنزانة السحيقة بدلا من ذلك إما حاول أن تحصل على تنين سماوي من هذه الفعاليات حتى تستطيع لنقول عليه بناء التشكيل القتالي الخاصة بك أي تنين سماوي وهنا أقصد هذه الكلمة أي تنين سماوي تستطيع الحصول عليه من هذه الفعاليات السماوية المقامة حاليا حاول الحصول عليه وعلى أساس العناصر المتوجدة لديه قم ببناء فريقك القتالي ولا تنتظر أن تقول لنقول يا عمر ما هو الفريق الذي تقترح عليه المدرب واللاعب وحده يستطيع بناء فريقي قتالي الذي لنقول يحتاجه لأن اللاعب هو أدرى باحتياجته من هذه الفعاليات السماوية حاول الحصول على تنين سماوي وعلى أساس عناصره قم ببناء فريقك القتالي في حالة لم تستطيع الحصول على أي تنين سماوي من هذه الفعاليات الآن ابني فريق قتالي ابني الفريق القتالي على أساس ما هو موجود لديك لا عيب أبدا في بناء فريق قتالي معتمد على تنانين لنقول مالحمية لا يوجد مشكل ابني فريق قتالي مكون من 6 من التنانين 3 في 3 بناء على تنانين عادية متاحة عن طريقة التزاوج العادي تستطيع العودة للقناة فيها الكثير من فيديو التي ستشرح الأمر والسعيد للفعالية الطاغية يمكن لك الخروج بثنين تاغي واحد على الأقل وبذلك التنين الطاغي تقوم ببناء فريقك القتالي الجديد أتمنى أن أكون قد وضحت في هذا الفيديو المعلومة التي كنت أريد توضيحها وبناء الفريق القتالي كما قلت في بداية الفيديو أربعة من الردود الأولى على هذا الفيديو فيها طلبات تقييمات والحادث عن تشكيلات قتالية موجودة لدى اللاعبين سوف أقوم بأخذها بقية الطلبات سنؤجلها إلى حلقات أخرى لأنه لا أستطيع أخذ أكثر من أربع طلبات كذلك مع كل تنين الرجاء التفضل والتكرم بذكر عناصر التنين وأي تطويرات موجودة عليه حتى أستطيع لنقول النقاش حولها وأنا أعلم كل المعطيات حول تنانينكم التي تستخدمونها صديقي أتمنى لك تتوفق شكرا جزيلا لك لمشاهدة هذا الفيديو